وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تامونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألفا وخمسة أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 71 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 848 طن كما تم ضبط 86 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 924 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر